السلام عليكم ورحمة الله معكم عبادة وجدتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sense Grand Cross الخطايا السبعة يبدو اليوم رح نشرح بعض الشغلات اللي حطوها اللي هو 7 Deadly Sense Leak قالوا او حكا انه ممكن تكون البانر القادمة هي بانر 7 Catastrophies اللي هو مدري شو بسموه المصيبات السبعة وراح تكون شخصية كميلة طبعا انا مستغرب شلون عم يجيبوا شخصيتين ورا بعض او فيكن طول فرق بينهم بين التاني شهر لانه روكسي ايجت قبل شهر من هلا وبعدين يعني ما في بانرين رح يجي بيناتهم اللي هو بانر ليز وبانر الكولاب بعدين كميلة مرة تانية بعدين اعتقد تسعين بالمية رح يجي اللي هو شو بسموها الانيفيرسيري اللي هو رح يجي فيها في السبل الآن بالنسبة للشخصية كميلة نفسها رح تكون زرقه النون من 7 Catastrophies وشوفنا حركاتها حركات عادية طبعا هلا هذا كل شي ممكن يتغير او بعض الشغلات ممكن تتغير بس اللي اللي متأكدين منه شوي انه هي راح تكون كميلة العادية لا اويكن ولا شي كميلة العادية نفسها نفس هديكة بس هديك لونه احمر اعتقد هاي لونه ازرق هاي حركاتها اول حركة بترفع الاول حركة وين هم خيرا نشوف الحركة الاولى بتعمل دميج 240 بالمية لشخص واحد بس مو كاتبين شو الايفكت تبعها با لسه منعرف اه منعرف ايواليك اه بتعبي واحدة من قرباتها لفل اثنين ولفل اثلاثة بتعبيه قربين نفس اه ايه شميه كان ايستن ولا ليليا اللي كانت تعمل نفس الشي كنا نستخدمها لما نفرم لما نفرم شو اسمه اه اه انفلز كنا نستخدمها هلا بشوف مين هي اعتقد ايستن كانت زرقه اللي كرت بيعطي بوست وكرت التاني بيعبيه قربات مشان نعمل التمات 3 التمات كانت جميلة اهاي كان تعطي بوست تعطي التاكلة ستاتس 10 20 30 ها اه 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 نات باد الالتيمات تباعه طبعا نفس الالتيمات تباعه كميلة العادية والبسف ما بنعرف اشترس اشو بتساي بس فيه شغلة بالبسف جدا مهمة شوفو على ممكن كل شي تغير بقا ما تاخدوا بس شوفو محطي لانه فيك تستخدمه بالديمونيك بيس بس الشغل الوحيد اللي ما فيك تستخدمه فيها اللي هو البي في بي والشياطين معناها ممكن تكون كمان شخصية رابعة خلال شهرين فقط تستخدمها بالبي في اي لانه جتنا مجلدة بعدين جتنا لز وشخصية ايرس اللي هي شخصية الكولاب بيستخدم البي في اي وهاي كمان بس فيك تستخدمة بالبي في اي اذا ضلت مثل ما هي هي معناها هيك خلال شهرين اربع شخصيات فقط فيك تستخدمهم بالبي في اي وبصراحة اغلبهم عاديين جدا واقل من عاديين حتى يعني ثلاث شخصيات ما اعتقد انهم استخدامات كثير على حد الان الا اذا كنت كل شخصياتك ساعته في بعض الشخصيات ممكن تستخدمها بالديمونيك بيس بس هو الديمونيك بيس اصعب شي ممكن تحتاج شخصية مساعدة فيه الآن شكت عم قل له لشباب الديسكورد عم قل له انه ممكن ممكن تكون لديمونيك بيس بس بس المشكلة شو انه لحنا تعودنا انه شخصيات الراغنروك هنا بيجوا لديمونيك بيس بس ما اعتقد بها هي تكون شخصية لديمونيك بيس الآن ممكن يجيبوا ريلك معاها وهي ريلك تكون شي جميل بس غير هيك ما باعتقد تكون شخصية قوية بس هلأ هيك لحظة شوي هلأ عنا شخصية حمرة اللي هي إرس بي فيي واعتقد لز خضرة كمان بي فيي وممكن هي تكون شخصية زرقة للبي فيي مشان هيك عين يكون عندك شخصية لكل لون بس مش كمان تستخدمها بالشياطين يعني هو الشغلة الوحيدة اللي ما فيك تستخدم فيها ألوان معينة هي الشيطان ألا صح البوس الجديد ما فيك تستخدم فيه لون الأزرق بس هي عاملين بس كما تستخدم روكسي ما في سبب تاني أنه كل ألوان اللي الأزرق شو معناها ما فيك تستخدم روكسي أو اسكنور ذوان عرفتوا كيف هدول يعني أكتر شخصيتين قواية بالبي في بي شايفين حركاتها هلا الألتمت فنشوف الألتمت تبعها نفس ألتمت كميلة الأديمة وحتى نفس حركات كميلة دينة بس مشان ما أعتقد راح تكون مئة بالمئة نفسها لا ممكن تكون شخصية قريبة لكميلة بس مو مئة بالمئة كميلة لأنه بصراحة كانت كانت شو اسمو شو بسموها الترانسفورميشن تبعها مو حلو أو يعني أوفر عادي يعني ما فيك تستخدمه بشي بابع فزا راح تكون نفس الشي و راح يزبطوها ويعملوا ريميك لريورك لكميلة القديمة بس بصراحة إذا ما كانت أوفر أوفر قوية ومفيدة بكثير شغلات كمان هي إزي سكوية هكذا ساعتها بنروح لانيفرسري أغلب الناس عندها جيمات إذا ما سحبت مثلا أنت من نوع من روكسي لا لا روكسي مشكلة ممكن أن يسحب عليه ونصحنا أكثر من شخص ما يسحب خاصة لفري تو بلاي لي ما راح يستخدم روكسي مثلا خلينا نقول أنت من مائل ما سحبت يعني هلا بحدود معك ثلاثمية أربعمية جيم فإذا كملنا شهر ثاني ممكن يصير معك خمسمية جيم ساعتها إذا أجل الانيفرسري وعطونا مئتين جيم هي انتصار معك بحدود 800 جيم بقى ممكن أن تسحب تسعمية جيم كاملة على بانر الفيستيفال اللي هو الانيفرسري إذا أنت مجمع في ناس كتير عم تدي أنا معي سبعمية أنا معي ألف أنا معي ألفين بقى في ناس عم تجمع الحمد الله وتخلي الجيم ماته لأني بصراحة فالهذا سأخلي فيديو لحاله لأنه النظرة الأولى تبعي للشخصيات الكولاب ما بتسوى قد ما شفت فيديوهات عليها ما بتسوى يعني رودي اللي عمل لك أحسن شخصية وأحسن شخصية زلمة عم يعمل كل شي بيقدر عليه ويلعب أول شي مشان يقدر يقتل واحد بس باللي ضده كل دورين بتقتل شخص من اللي ضدك أما بيجي مثلا اسكنور أو مليوداس أول لفة بيئة الأول الثاني لفة بيئة الثاني ثالث لفة بيئة الثالث بيجيب ألتميت بيخلص على التيم كله أي إذا يعني ضليت عايش أعرفتوا كيف نفس الشيء لا أقول ما اللي بيطول بس ما اللي ما بيموت هذا كمان شي تاني يعني مثلا أنا هلأ ما شفت فيديو رودي عم يلعب تاني شيء سادة هو بيكتنك شوي بس مو كتير يعني لأنه إذا حطيته فريق بشر رح تاخد خاصة إذا حطيته مع آرثر لأنه أغلب الناس عم تحطوه مع آرثر مشان ما يموت بصراحة يعني إذا شلت آرثر الأحمر مية بالمية رح يموت بأول لفة بي رودي ساعته ما سفت منه شيء ومع هيك عم يموت بسرعة كان اللي بيشوف الفيديوهات لا يفكر رودي قوي رودي قوي لا مقوي جدا عادي يعني بمستوى روكسي ولسا روكسي مفيدة أكثر على أقل فريق البشر ككل عرفتوا كيف أمهداك بس بفيد حاله وهو بقوي حاله ولحاله ما بيعمل الدميج المرعب اللي انتم متصورينه مثل مسأل مليوداس مثل يعني هلا صح ممكن احيانا بعد اللفة التانية يعمل وين شط لشخص باللي ضده بس أنت متل ما تلك كل عبار دوار يعني كل دورين بك تقتل واحد من اللي ضدك عرفتوا كيف أم مليوداس في كل دور لا ممكن دور كمان يعني لما يصير دورك تقتل شخص أمهداك لو بدك دورين من قد دورك حتى تقتل شخص اللي ضدك واحد منهم هذا هو الفرق بين روديو وشخصياتها سألوني بالكومنتات شو رأيكم بالشخصيات نفسها هل عجبتكم هل كميلة شخصية بصراحة وقتها غلط لو اجت بوقت تاني وقت الناس ما بعرف بصراحة ما بعرف شو أحكي لان الناس كلها نفسها شخصية قوية لانه ممكن يكون الناس عرفوا او مثلا الشركة عرفت انه في كتير ناس مع سحبت على الكولاب بعد نجيبوا شخصية خلينا نسحب عليه لان ما يكون معنا جماعات لما نسحب على الفستفال ما بعرف بصراحة نصيحة مني لا تصرفوا جماعاتكم جمعوا جماعاتكم الكولاب مثل ما تلك الكولاب يعني قوتهم سبتين سبعين بالمية مو اكتر من هيك مفائدتهم سبعين بالمية مو اكتر من هيك اما تجي لسا شخصيات تاني كتير مية بالمية مفيدين اكتر وقوايا اكتر نعرفت كيف يعني الهلأ انا بعتقد انا اليوم كنت عم لعب بي في بي لهلأ في ناس عم تستخدم اكدونا وعم يستخدموا ريم طراحة جدا فريق قوي وجدا مزعيش الفريق وعم يستخدموا فيلو بقى المشكلة انا حاسس انه راح من كل الشخصيات اكتر شخصية راح تكون مفيدة هي الزيبة وبكرا شوهو شلون اكتر شخصية راح تكون مفيدة هي الزيبة مشان التونت باول الجيم بس شا هذا السبب انك انت راح تخلي لي ضدك يضربك اليك اول شيء او اكتر اعلى سي سي راح تخلي يضربك اليك اول شيء ساعته على الاقل انت حتى لو كان سي 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 تابعك اقل من الي قبلك فيك تقول انه من 90% ما راح يقتلك فريقك كله ساعته مثلا الفريق الشخصية القوية اللي عندك بالتيم راح تقدر تضرب اسكنور مليوداس امايل مثلا روكسي واتيفر عرفتو كيف ما راح تموت بأولا فيك هذا الفرق بالآن ادهلو لانا .. اعراح المنطقة لاحق المنطقة نعم ترجمة نانسي قنقر اعرى وايا اتفاق موسيقى